الميديال سايد اوف زا ساي اللي هي الميديال كومبارتمنت اوف زا ساي على حسب تأسمات الانتر ماسكولر سيبتا اوف زي فاشيا لاتا تحتوي الميديال كومبارتمنت اوف زا ساي على جروب اوف ماصلز يابلو عددهم خمسة اه هذه الماصلز بنسميها الادكتور ماصلز بيغزي هذه الماصل وان نيرف ويغزيها كذلك تو فيزلز وان ارتري وان فين الماصلز اللي يابلو عددها خمسة واسمها الادكتور جروب كان فيها البيكتينيوس واحد اثنين الادكتور لونجس ثلاثة الادكتور بريفيس اربعة الادكتور ماجنس وخمسة الجراسيلس اما النيرف اللي بيغزيهم كان اسمه ابتيريتر نيرف وكان معاه ابتيريتر فيزلز تشمل ابتيريتر ارتري وابتيريتر فين كل ايتم من هذه الايتمز هنتناوله بالتفصيل نبتدي اولا بالماصلز البكتينيوس والادكتور لونجس الخريطة الجغرافية بتاعتنا المنطقة الساي كان فيها عندي الهيب بون باجزاها المعروفة الاليا من فوق والبيوبيس من امام والاسكن من الخلف المنظر ده يبدو غريب للبعض البعض قبل جدا كان شاف ان ده البيوبيك بون كان في هذا المكان ودلوقتي انا بقول البيوبيك بون في هذا المكان ايه السبب هو الكلام ده هيبان اكتر واوضح في العملي هزا العظمة مش محروطة معدولة العظمة دي تبينة من السايد هذا السايد هو الميديال سايد او الانترو ميديال سايد فيها الساي سلايتلي لاتراري روتيتد فانا ناظر على الساي اوف زاليفتو لور لمب شايفها من الميديال سايد فمن هنا هنجد ان الهيب بون مفتولة مفتولة بمعنى ايه بمعنى ان البيوبيك بون از دايريكتد انتيريولي انتوزا ميديال سايد فعلى هذا الاساس لو انا نظرت اليها من الميديال سايد هنجد دي البيوبيك بون وديه الاسكيام اسكيال بون بعد كده دي عند الفيمر من الامام الصفح كان goog arrogance ومفيش عليه اللينة اسبر ولش ايه انما اللينة اسبرة كانت موجودة من الخلف وبتتفرع من فوق فرعين جلوتيالي بروزيتي لاترالي وسبيرالي لاين ميديلي ومن اسفل كان اللينة اسبب بلتفرع الى لاترال سوبرا كوندييلر لاين والميد او ريتش وميديال سوبرا كوندييلر لاين او ريتش دي كانت الخريطة الجغرافية بتاعتنا هنبتدي بالعضلة الاولى طبعا وقادي الفيمر تبقى ركبة على التيبيا زي ما احنا عارفين بالتوكون دايز ودي الشافت وما ننساش ان ده هو الميديال سيرفس اوف شافت اوف زي التيبيا وميديال بعيد وزيد تاني ونأكد الاتجاه الميديال اتعرف من حكلين اتنين الهيد اوف فيمر اعدى ميديالي والميديال مالولاس اوف تيبيا اعدى ميديالي في اي حاجة في اتجاههم فتكون ميديال البيكتنياس مصل البيكتنياس مصل زيها زي اي مصل في الجسم لما نجي نتكلم عنها من ننساش الاربع نقطة الاساسية origin insertion nervous supply واحنا اتفاقنا اتفاق يعني ودي بيننا من بعض ان احنا هنخلي الوريجين باللون الاحمر والانسيرشن باللون الازرق ده كتمييز فقط لاجزاء العضلات فاذا جينا نتكلم على البيكتنياس ونقول الوريجين بتاحها الوريجين اوف بيكتنياس هتطلع من البيكتنياس منفكركم ان كان مكونة من 3 اجزاء دي البيوبيك بون كان عبارة عن 3 اجزاء الجزء البالكي السميك ده كان اسمه طالع منه من فوق ونازل منه من تحت ونازل منه من تحت كان له 3 سيرفيس و3 بوردرز احنا ما كناش تناولناه تفصيلا في شرح البونز لان دي اجزاء دقيقة محتاجة عملي اكتر انما احنا اخذنا الجنرال اوتلاينز هنا بقول فيه 3 سيرفيس احد هذه السيرفيس هو الابر سيرفيس هذا الابر سيرفيس يسموه بيكتينيال سيرفيس هذا البيكتينيال سيرفيس اعطى الاريجن للبيكتينياس اما الانسيرشن افزا بيكتينياس هيروح للخلف هيروح لخلف الفيمر فين في خلف الفيمر احنا قلنا انا دي اللينيا اسبرا كويس هذا الابر اند بتاعته وقلنا قبل كده ان ده انا لو خدت خط من مستوى الليسر تروكانتر حتى اللينيا اسبرا هنجد ان الابر بارت اف هاذا اللاين كان يتلقى الانسيرشن افزا بيكتينياس يبقى انتو زباك اف فيمر بتوين زليسر تروكانتر اند لينيا اسبرا النيرفيس ابلاي هاذي العضلة كانت تبع الميديال فايت فطبيقيا انها تاخد النيرفيس ابلاي من الاكسيسوري اوبتيوريتور نيرفي اللي انها كمان بتتلقى نظر نيرفيس ابلاي من الفيمورال نيرفي اللي هو كان النيرفي المسؤول اساسا عن تغذية عضلات الفرانت اوف زي صايد الاكشن الاكشن اوف بيكتينياس تعمل في الاكشن اوف هب تتني الهب جونت وكذلك هتضم الصايد يعني تضم الصايد للميدل لاين يعني تعمل دي العضلة الاولى اللي اسمها البكتينياس البكتينياس عليها خلاف كتير بين بعض الناس قولك دي بتاخد نيرفي صليم الفيمورال يبقى ليه ما نحطاش تبعا الفرانت اوف زي صايد دي كمان كانت شاركت في تكوين الفلوروف فيمورال تريانجل لكنها ده ده وظيفيا انما هي تشريحيا تنتمي وقريبة جدا من عضلات الميديال صايد كما ان النيرفي صبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرفي العضلة التانية اسمها ادكتور لونجس زيها زي اي عضلة في الجسم الادكتور لونجس هنتناول الكلام عنها الكلام التشريحي اقصد من تحت بند اربع خطوط اساسية وهي الارجين انسيرشن نيرفي صبلاي اكشن الارجين هتطلع باي روند التندن من مبغشرة من يقع بلو زي بيوبك تيوبركل اما الانسيرشن زي ما احنا شايفين هيروح يصب فين في اللينيا اسبرا النيرفي صبلاي هو كان لان هو ده النيرفي المسؤول عن تغذية كل عضلات زي لمعظم عضلات وهو ونقول معناه عفوا يعني اضم من اسمها وتعمل يبقى بسرعة او نفس الكلام نفس المعنى دي كانت اول عضلتين من عضلات العضلات اللي بعد كده اسمها ادي الخريطة الجغرافية بتاعتنا الهيبون في الفيمر وراكب على الفيمر من تحت التيبيا والفيمر انا هنا عامل اللينيا اسبرا بفرعيه العلويين اللي هم الجلوتيل تبروستي لاترالي والسبايرال لاين ميديالي وكذلك اللاترال والميديال سوبرا كوندولر عملهم منقطين ليه لانهم في الخلف ما بيبنوش في الامام فما جازا عملهم منقطين الاداكتور بريبس مصل لما نجي نتكلم عليها ايضا كاي مصل الاريجن بتاعها هيطلع بس من اما الانسيرشن ركزوا معاي في الانسيرشن الانسيرشن اوف الاداكتور بريبس انتوا لو فاكرين الخط التخيولي اللي رسمناه من مستوى وحتى اللينيا اسبرا وقلنا ان الخط ده الجزء العلوي منه كانت حطت فيه الانسيرشن يعني البكتنياس اما الجزء الاسفل منه كان بيتلقى الانسيرشن اوف الاداكتور بريبس الاداكتور بريبس هو الاكشن نفس الكلام نفس الكلام اللي قلناه عن الاداكتور لونجس بالضبط فليكشن اوف هب اداكشن اوف ساي لترروتشن اوف زي ساي الاداكتور لونجس في الحقيقة لها بري بري امبورتن بالنسبة لي نيرف خطير بغزي الميدي سايد اوف زي هو الابتيروتر نيرف هنتناول هذه في وقتها مع الابتيروتر العضلة اللي بعت كده اسمها الدكتور ماجنس قبل مشرح هذه العضلة لابد ان احنا ناخد جزء من عضمة الهيب بون احنا غفلناها المرة اللي فاتت اللي هو الاسكال تيبروزتي الاسكال تيبروزتي هذا البروز العظمي اللي قاعد على ظهر ال لو نظرنا اليه من الخلف هنجد ان شكله مثلث بهذا الشكل ولو دققنا النظر هنجد انه مقسوم به ادي الاول الاتجاهات الاربع بتاعتنا ده ابر والاور ديريكشن ده لاترال وده ميديال ديريكشن فهنجد ان الاسكال تيبروزتي مقسومة بترانسفيرس لاين هو مش اميجنري اده اللاين او اللاين واضح هو ضده طبيعي اللاين ده مش اميجنري بس انا احط خط عليش انا اوضحه اكتر بحط اميجنري عليه عليه مقسوم ب اميجنري بس فيه هنا الى ابر اريا دي كله دي اسمها الابر اريا وهنا من تحت هنا كل دي اسمها الابر اريا اذا جينا اخدنا الابر اريا ديات فمقسومة بابليك رج اي ادي هتقسمها الى جزئين اثنين ابر لاترال بارت وجزء التاني الابر لاترال واللوور من اجزاء الابر اريا طيب الابر اريا لتحت مقسومة الى لاترال بارت او لاترال هاف ومقسومة الى medial part او medial half lateral part اللي هو ده ده lateral part او اللي تنم مع بعض of lower area طيب ديت كانت الاجزاء الاربعة للاسكلة بروز تلات اجزاء منهم بيدوا مصر attachment اللي هو upper lateral part والlower medial part of upper area كذلك lateral part of lower area اما medial part of lower area ففيه ثلاثة اس ايه هو ان سطح العظمة ايضي smooth ادي واحد اتنين ان او وز صبك يوتيني اسفات الاس التانية اما الاس التالتة فهو يبقى ايه يبقى smooth صبك يوتيني اسفات وده الجزء اللي احنا بنقعد عليه يبقى ازا نحن نجلس على بعض بعض يعني part part من الاسكلة بروز دي ما بنجلس على الاسكلة بروز نكون بنجلس على part اللي بنجلس عليه هو الميديال part of lower area علشان كده احنا بندحك مع الاولاد اللي دايما حركتهم كتيرة اسناء الجلوسهم بنقول لهم ايه قعد يطني على بعضك بعضك هنا المقصود بمين مقصود بيه الميديال part of lower area بعض يعني part قعد على part من الاسكلة بروز دي انما الولد اللي بتحرك كتير مش قاعد على هذا part تلاقي مرة يقعد على part ده او part اللي فوقه يقعد يغير وضعه طبعا ديت يعني ايه اه نكتة اه على سبيل المزاح الاداكتور ماثل الاداكتور ماغنس ماثل خريطة الجغرافية بتاعتنا وتشمل الهيب بون والفيمر والهيب بون اه دي الليني اسبر زي ما اتفقنا اه جلوتيال تيبروزي وسبايرال لاين وميديال ولاترال سوبا كوندايلر ريجيس و اه ركبين على اله اه التيبيا اه اللي لها اتنين كوندايلز في الابر اند وتيبيال تيبروزي و ادي الشافت و دي اللور اند الاداكتور ماغنس والجراسيلس الاداكتور ماغنس العضلة السنائية كل حاجة فيها اتنين لها وطو انسيرشانز وطو نيرب سابلاي وطو اكشنز بيسموها العضلة المزدوجة العضلة السنائية فهذه العضلة الهيد الاولى بتاعتها اللي هي البيوبيك بارت واضح من اسمها انها ففعلا بتاخد من اسكيوبيوبيك ريمس يبقى الارجن بتاعها من اسكيوبيوبيك ريمس الانسيرشان بتاعها بصوا كده معايا نركز هنا في الانسيرشان ده كليوتيل تبروسدي يبقى تعمل انسيرشان في الميديا الليب وفي جلال تبروسدي وانسيرشان كمان في الميديا الليب وفي لينيا اسبرا وانسيرشان كمان في الميديا السوبرا كوندايلر لاين وطقف عنده متكملش ده الجزء الكبير اللي اسمو البيوبيك بارت او يسموه بيوبيك هيد طيب وما الارجل التاني للهيد التانية الارجل بتاع الهيد التانية اهو الواء الاسكيال بارت واضح من اسمها اسكيال فدي اللي طلعت من اللاترال بارت في لور ايريا وفي اسكيال تيبروس وينزل تحت البيوبيك بارت ويحط الانسيرشن في الادكتور تيوبركل اللي هو كان نهاية الميديا السوبرا كوندايرا لاين وقاعد على الميديا الكونداير نلاحظ هنا من الرسم ده ان البيوبيك بارت والاسكيال بارت من عند الانسيرشن كانوا مفصلين عن بعض الفتحة الفتحة ديت هي الادكتور هييتس وتذكروا ان الادكتور هييتس كانت الممر اللي عد منه الفيمور الارتري من الفرانت ودخل منه للباك اوفزاني وغير اسمه بقى بوبليتية الارتري ادي كانت مين الارجل والانسيرشن اوفزي ادكتور ماجنس النيرف سابلاي كما ان لها اتنين هيدز فلاها اتنين نيرف سابلاي البيوبيك بارت الكبير هياخد نيرف سابلاي من الابتيروتور نيرف ليه؟ لانه مكانيا تبع الادكتور جروب والادكتور جروب اللي هي عضلات الميديا لصيد هتاخد نيرف سابلاي من الابتيروتور نيرف اما الاسكيا لصيد فياخد نيرف سابلاي من السياتيك نيرف اللي هو النيرف اللي بيغزة عضلات البيوبيك بارت لانها مكانيا تبع تعتبر من ضمن عضلات البيوبيك بارت الادكتور جروب هتعمل اما الاسكيا اللي هو مكانيا تشريحيا ووظفيا فسيولوجيا تبع فهنجد الاكشن بتاعه زي الاكشن بتاع عضلات الباك اللي هو يعمل او بيفرد الهب دية العضلة الكبيرة اللي اسمها زكرة من قبل في كذا مرة زكرة الادكتور هي تصوى علاقتها بالفيمر الارتري كذلك زكرة الادكتور ماجنس في البرفوريتنج ارتريز الاربعة اللي هم كانوا خارجين من نهاية البروفاندا فيمرس ارتري كانوا اخترقوها وسمون برفوريتنج على خلال اخترقوا البيوبيك بارت من اجل ان يصلهم الى الفيمر العضلة الخامسة اسمها الجراسيلس جراسيلس يعني عضلة سلندر كلمة جراسيلس يعني سلندر عضلة اسطوانية الاريجن بتاعها هيخرج من البودي اوف بيوميس بيوبيس والانفيريور بيوبي كريمس اما الانسيرشن الانسيرشن في المنطقة الشهيرة من التيبيا اللي هي اتقع في الابار بارت اوف ميديال سيرفس او في زي شافت اوف تيبيا مباشرة خلف السارتوريس فالمنطقة المعروفة اعلاميا باسم الاس جي اس كان السارتوريس امام منها هي وراء السارتوريس على طول يبقى السارتوريس كانت اس الجراسيلس اللي هي الجي يبقى دي الاس جي فضلنا الاس التالتة هنقولها في وقتها يبقى الانسيرشن في الشافت اوف تيبيا زي ما احنا قلنا وراء السارتوريس لانها كانت تفع عضلات الادكتور جروب الاكشن فيليكشن اوف هيب زي عضلات مين زي عضلات الادكتور جروب هتعمل فيليكشن هيب بس انا فيه اختلاف بسيط فيليكشن هيب دا الاساسي هتتني الهب وكذلك تعمل فيليكشن ني وتعمل ميديا روتيشن اوف ليج من خلال اتصالها بمين بالتيبيا طيب هزي الخمس عضلات كان بيغزيهم نيرف مشهور اسمه الابتوريتور نيرف كاي نيرف في دسم الانسان هناك اربع هيدلاينز للكلام عنه البيجينينج والاند الكورس وريليشن مع البرانشيز فالخريطة بتاعتنا كانت كالتال اللي احنا عارفينها الهب بون الفيمر والتيبيا في الهب بون هنا الفورامن دا كان اسمه ابتوريتور فورامن وفي الحقيقة فورامن على العضم انما في جسم الانسان ما هواش فورامن في جسم الانسان ذا مغلق مغلق بمنبرين اسمه ابتوريتور منبرين غير انه هنهوت هزي الابتوريتور فين ما بيقفلش تماما الابتوريتور فورامن دا بيطرق فتحة صغيرة في هذا المكان الابتوريتور فورامن هذا المكان ليس مغلق بل مفتوح علشان يعتبر ممر للنيرب والبلال فيزلز اللي جايهم من جوه ويصلهم الى الميديال سادو فالصاي جوه منين من جوه البلفس من منطقة الحوت طيب في الخريطة الجغرافية التاعاتنا كان في عضلة هنا نتاوليها بعد ذلك مع عضلات اسمها ابتوريتور اكس اتيرناس دي كانت طالعة من ابتوريتور منبرين وكمان بتساهم في مزيد من الاغلاق للابتوريتور فورامن مع الابتوريتور منبرين العضرة دي كان اسمها اللي انا سهب اللون الابيد دي كانت الابتور لونجس اللي كانت طالعة براون ديتينبون من تحت البيوبيك تيوبرتيل ووصلت الانسيرشان بتاعها هنا للينيا اسبرا. هزي العضلة انا بقطعها علشان ابين اللي تحتها الى الادكتور بريفز. ادي الادكتور بريفز اللي تحت منها اللي كانت حطت الانسيرشان الونج الاين. اه lower part اوف الاين اللي طالع من اللينيا اسبرا للليسار تروكانتر. والعضلة الكبيرة مش عايزين انساها ابدا الى الادكتور ماغنس بالجزئين بتاعها بالبيوبيك بارت اللي انا مشففه هنا عامله شفاف عشان اظهر من تحته الاسكيال بارت. هزي هي الخريطة الجغرافية بتاعتنا بالاضافة الى اه جراسيلس. ادي الخمس عضلات بتاعنا اه المعادل البكتيني اسم مش ميجود لانا ما لهاش علاقة بالابتيروتر نيرف بعيدة عنه شوية. لكن انا استبعتها من هزي الاسم. نيجي بقى المين? ليه? الابتيروتر نيرف. البداية بتاعك. بداية الابتيروتر نيرف هو جاي من البلفس. والبلفس هو امتداد الابدومن. جاي من اللمبر بليكسوس. من منين من اللمبر بليكسوس? احنا قلنا اللمبر بليكسوس دي بليكسوس اوف نيرفز. تعدى في الابدومن. بداخل عضلة السوس ميجور. ويكونها ويشكلها الابر لمبر نيرفز. ثم تخرج منها البرانشيز تكشابك مع بعض. وتؤدي الى برانشيز اكبر تخرج من اتجاهات مختلفة من السوس ميجور. احد هذه النيرفز. هو الابتيروتر نيرف. طالع من الفنترال ديفيشن. اوف فينترال ريماي. اوف لمبر اتنين وثلاثة واربعة. سباينال نيرفز. النيرفز طالع من الميديال صايد. اوف زا سوس ميجور. داخل للبلفس. البلفس من جوا عشان كده العمله منقط. منقط يعني ليه? لانه ماشي. انصايد زا هيب بون. يعني داخل الهيب مش انصايد زا سابستانس اوف هيب بون لأ. انصايد يعني قعد عالميديال صايد. اوف زا هيب بون. يعني قاعد في منطقة الحوض. فراس منقط لانه ورا الهيب بون من الداخل. ورا الهيب بون من الداخل هيخرج من هنا. لاحظوا معايا. هيخرج من الاوبتيروتر. ما اقدرش اقول فورامن. انما هيخرج من فتحة. تقع هذه الفتحة اعلى وامام الاوبتيروتر فورامن. اسمها الاوبتيروتر كنال. يبقى الاوبتيروتر كنال غير الاوبتيروتر فورامن. و الاوبتيروتر فورامن الفورامن الكبير دا. الي كن اوفل انجيب. اما الفتحة السغيرة اللي مقفلهاش الاوبتيروتر من بليل اسمها اوبتيروتر كنال. هيخرج BE сод NA معه الابتيروتر فين الابتيروتر فين هيدخل الارتر والنيرفا هيخرجهم كويس هيجد امامه الابتيروتر اكسترنس فما فيش مفرق الا انه يخترقها فيخترق الابتيروتر اكسترنس لما يخترق الابتيروتر اكسترنس الابتيروتر اكسترنس الابتيروتر اكسترنس مقدرش تقف امامه واخترقها هيفاجأ بان فيه الادكتور برييفس امام منه الاداكتور بريفز هتعمله حاق صد قوي هو بقى المراد اللي هينقسم هينقسم الى ايه الى قسمين اتنين هو ادرع الابترياتور اكستيراس واخترقها انما الاداكتور بريفز ما اقدرش عليها ديرا ليش انا قلت لكم هنأجلها هتعمل الاداكتور بريفز هتخس تشق القسمين اتنين هتقطع القسمين انتيريور ديفيجن يمشي امام العضلة وبستيريور ديفيجن زي ما احنا شافين يمشي خلف العضلة اذا الاداكتور بريفز ديفايز زي اوبتريوريتر نيرف انتيريور ديفيجن اند بستيريور ديفيجن ويتولى كل من التو ديفيجن تغذية جميع عضلات الميديا الكمبارتمنت كمبارتمنت بالنيرفز المختلفة فالانتيريور ديفيجن يعطي خمسة برانشيز زي ما احنا شافين اللي جنبه هيعطي ماسكولار برانشيز للاداكتور لونجس وللجيريس والجزء من الاداكتور بريبيس وهيعطي كيوتينياس برانش اللي هو النيرف الرابع للميديا ويعطيه ارتكولار برانش ارتكولار برانش يعني رايح للهيب جوينت ادي البرانش زي اللي خارجه من الانتيريور ديفيجن اما البرانش زي اللي خارجه من البستيريور ديفيجن هتدل للحضلات القريبة هتدل للأوبتريتر اكستيرنس رغم انها تبع مين رغم انها تبع الجلوتير ريجون وهتغذي كمان الاسكيا هتغذي البيوبيك بارت اوف الاداكتور ماجنس دي رقم اثنين وهتغذي تلاتة العضرة التالتة اللي هي جزء من الاداكتور بريبيس على هذا الاساس بنقول ان الاداكتور بريبيس بتاخد جزء منها من الانتيريور ديفيجن وجزء من البستيريور ديفيجن واخيرا البرانش الربع اللي خارج من البستيريور ديفيجن هو委ريك Holiday البستير هم من الابتيروتر نيرفي نفسه في المريض اللي يحس بألم في الرجبة يحسه بألم فيه في الورج طيب نيجي بعد كده ليه الابتيروتر ارتري الارتري المسؤول عن تغذية هذه العضلات ادي التوبغرافيا لمنطقة بتاعتنا المرة دي هنا انا هشأل بالعظمة وهنظر اليها من برة فهنجد ان من هنا هي مين هي ده من اللاترال فيو المرات اللي فاتكة كله من الانتيوميديال فيو هنا من اللاترال فيو اا فادي عندي هنا ادي العضمة الايليام وعضمة البيوبيس وعضمة الايسكيام ادي الابتيروتر فورامين اللي كان مغطى بالابتيروتر اكسترانس وده الاسيتابولم طيب الابتيروتر ارتري ده جاي منين جاي من جوة البلفس طيب هو البرانش اللي طالع منه فيين البرانش اللي طالع منه ده كان المين بلud صبلاي اف ز بالوز اللي اسمه انترنال اليك ار تري احد البرانشز اف ز انترنال اليك ارتري هو الاوبيتور نيرف الاوبيتور نيرف خرج من الاوبيتور نيرف كتيه مشي مسافه ف الف destructive اللي انه سيغادر الب Powell عنطق الاوبتوريتور فورامن مع مين مع الاوبيتور نيرف واول على طول ما يخرج هييفاجأ بان امام الاوبيتور اكستيرنص سد الطريق هو مسالم مهواز زي الأوبتيروتر نيرف النيرف دخل في العضلة وشقها هنا الأرتري هو اللي هينشق القسمين اتنين هينقسم الى تو برانشز التو برانشز هيلفهم من حوالين الأوبتيروتر من برين ويعملوا في النهاية أناستوموزس مع بعض وما لوش علاقة بالمصل لا يختريقها ولا شيء لكن هيعطي البرانشز هتمشي في اتجاهات مختلفة فوق وتحت ويمين وشمال علشان تغزي عضلات أحد أكبر هذه البرانشز اسمه أستابولار أرتري هذا الأستابولار أرتري يدخل للأستابولام من تحت روباط اسمه الترانسفيرس أستابولار لجامنت وهيمشي كان ماشي معاه هو ماشي تحت الأستابولار برانش فاكرينه اللي قلناه مع مين مع البرانشز أوفزا بروفاندا ويدخلهم لمين يدخلهم لليجامنت أوفزا هيد أوفزا فيمر ومنها هيدخلوا لهيد أوفزا فيمر ويتولوا تغزيتها بالبلغ سابلاي إذن أنا عندي اتنين أستابولار أرتري أستابولار أرتري جاي من الأنستوموزس اللي عملوه التو ديفيجينز أوفزي أوبتيريتر أرتري وأستابولار برانش آخر جاي من الميديال سيركنفليكس سيمورال أرتري أوف بروفاندا بهذا الشكل نكون خلصنا كل محتويات الميديال سايد أوفزي